فكرتنا دلوقتي هي فكرة مكملة الحلقة سابقا بناءنا عن طلبك عشان نجاوب عليكم على كل أسئلتكو مع الأستاذة نعمة عمر متخصصة العناب الشعر أهلا بك يا أستاذة نعمة أهلا بك يا أستاذة نعمة تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إيه هي أسباب تساقط الشعر والقشرة وإزاي نحلها وطبعا اللي ما تفرقش على الحلقة يقدر يخش على صفحتنا قصة نجاح على الفيسبوك ويتابع من عليها الحلقات كلها معنا سؤال بقيا أستاذة نعمة أسباب فشل جلسة البروتين أسباب فشل جلسة البروتين يعني عدة أسباب بس أهم سبب فيها اللي هو مثلا غسيل الشعر غسيل الشعر أنا مثلا أنا كما تخصصها ما بيجي حد بيقول لي مثلا أنا هعمل جلسة البروتين وكده فأقول له خلاص قبلها بعشرة أيام بتغسل شعر كل يوم وفيش دهون ما فيش أي حاجة خالص خالص تحطوه على شعر طبعا بيروح البيت ممكن بيغسل نوبة اثنين تلاتة يعني بس كده وبيجي بقى بعد كده كلين بتقول لي أنا غسلت شعري لما خلاص يعني جاب آخر ومش قادر استحن الثاني والكلام ده فطبعا فيه متخصصين كتير بيعملوا إيه في خلاص بياخدوا من الكلام كلين بتاعتهم وخلاص بيخشوا على جلسة البروتين ويبتدوا واحد اثنين ثلاثة طبعا ده غلط ليه بقى؟ لأن أنا المفروض ما اعتمدش على كلين في غسيلها أنا أخسل شغلي بنفسي ده لأن ده ده عليس خمسين ستين في المية من نجاح البروتين أو الفيلر أو أي أو ترميم أو أي مادة يبقى أول حاجة اللي هي بتعمل فشل في جلسة البروتين هو الغسيل بعد كده بقى بتبقى ممكن نشوف المكوى المكوى مثلا درجة الحرارة بتاعتها عالية جدا متوسطة وبعدين كل شعر بيبقى ليه درجة حرارة معينة يعني ما ينفعش كله يبقى درجة واحدة يعني حسب تطل الشعر بقى فأنا لازم أبقى عرف الشعرية القدامة دي يتشكلها إيه وأعرف أن أنا أتعامل معيها بس برضو أجع أقول لحضرتك أن برضو كل المتخصصين أكيد عارفين المكوى بتاعتهم ودلوقتي بقى أنت عارفة الكوفيرات بقت كتير فأغلبية الناس برضو ممكن ما تبقاش متخصصة مش وغدا كورسات مش فاهمة يا وغدا هوية بس بقى هوية يعني احنا ما احتراملنا للجميع كله طبعا حتى لو أنا دلوقتي مش وغدا كورسي ووغدا هوية وبعرف أن أنا أعمل وكده يبقى أنا يعني هزبط المكوى بتاعتي ما قدرش أقول لها تثبطيها على كام لأن أنا معرفش الشعر اللي هو جاي لها ده شعره نوعه إيه فده برضو الحاجة دي برضو بتبقى عايزة علام يعني بتبقى برضو لازم يبقى فيها علام بس اللي أنا قدر أقولها أقولها عليه وأنصحها بيه إن هي ما تعتمدش على حد برسيل الشعر رسيل الشعر هي تخسله بأيديها أنا ذات نفسي أنا معيك مساعدين وأنا اللي بخسل الشعر بأيديها أنا ما بعتمدش على حد ولازم تخسل بشامبو مخصص للبروتين وفي حاجة بقى جميلة جدا هي ممكن بقى يعني تعملها جميلة جدا يعني حتى لو هي مش عايزة تجيب الشامبو تخسل بكاربوناتو شامبو وكاربوناتو ومية وتسيب الشعر عشر دقايه هيطلع كل الدهون اللي في الشعر هيطلع كل الدهون اللي في الشعر ومعنوش قدران على الشعر ولا اي حاجة لا طبعا والخل برضو بيطلع الدهون جدا بس احنا بنبعد عن الخل شوية عشان ممكن يكون فيه حساسية في الجلد فممكن يعني شوية التهابات انما كاربوناتو ممتاز 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 وبيطلع الدهون وان شاء الله ما يباش فيه اي فشل في الجلسة ان شاء الله طب جاي لحضرتك سؤال تاني بيسأل عن الفرد يعني مية البحر والبسين بتقصر على الشعر المفروض او طبعا المية البحر هم يريدون يعرفوا ليه ويعني يتجنبوا ده ازاي اقولك ليه مية البحر فيها صدنه فطبعا ده غلط على البروتين البسين في كلور فهدي حاجة تضيع البروتين في الثانية اما يعني عايزين يعرفوا إيه العلاج بتاع اللي عايزين نزول البسين يعني او يعني احنا دلوقت رايحين بسين رايحين بحر وإحنا عاملين شعرنا فرد فنحفظ عليه إزاي؟ بص يا هو من الأصح أن أنا منزلش و أنا عاملة بروتين الميا من الأصح بس لو اضطرنا بقى إحنا هنعمل إيه؟ طبعاً اللي هو عامل فرد ده لازم يبقى معه السيرم اللي هو بتاع المجموعة بتاعته وهو لازم بيمسك شعر كله بيغلفه بالسيرم عشان يعمل عزل عشان يعمل عزل عن الميا ويلبس بنيه البنيه اللي هو ووتورد برو أه بنيه عادي أي حاجة بس وبعد ما تطلع من البسين أو من البح لازم بتاخد شعرها بقى على طول بالشامبو بيدغسل ويدغسل بميا سقعة يدغسلش ميا سخنة مينفعش ان هي تخرج من البسين وتخسله ميا سخنة طب ليه بقى؟ لا ان ده بيسبب تساقط الشعر ده بيسبب تساقط الشعر هتلاقي الشعرات قصفت ووقعت الميا السخنة بعد ما تطلع من المسين أو البحر فهي هتعمل ايه؟ هتعمل يا دوبك هتسا تخسل شعرها حلو جدا بقى بالشامبو اللي هو المخصص بتاعها وبعد كده هو الحمام الكريم والبلسم اشتركوا في القناة